اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة أو برعاية مركز دكتور نيوترشن إذن البرنامج برعاية من دكتور نيوترشن هذا البرنامج مثل ما نقول في كل حلقة مستمعين الكرام هي نافذة للتواصل معكم مستمعين للتعرف على اقتراحاتكم أرائكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة هي حلقة نهاية الأسبوع وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ضريفة جميلة عليكم يعني ساعة إذاعية إن شاء الله تكون وايد خفيفة عليكم عموما أرقام التواصل معنا 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية 4006 وأيضا موجودين معاكم لايف من خلال موقع الهيئة على الانستغرام اللي هو DHA underscore Dubai وأيضا عن طريق نور دبي حياك الله يا محمود وضيفك ما شاء الله لحكتوا شوفون الضيف من الحين أنزيح أخبركم منه ضيفنا بس خدونا ناخد شوي بس يعني أخبار سريعة وما أخبركم اليوم عندنا كذلك ضيوف وايد في البرنامج هم ضيفين لكن ما شاء الله يعني مكانتهم يعني إنهم ضيوف وايد قوم 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 يعني عموما أهم ما تطالعنا به وسائل الإعلام اليوم من العناوين نشوف هذا الخبر اكتشاف أربع أنواع جديدة من خلايا الدم المحاربة للعدوى وجد الباحثون أربع أنواع جديدة من خلايا الدم البشرية في دراسة يمكن أن تعيد كتابة علم الأحياء وتلعب الخلايا التي عثر عليها حديثا دورا هاما في الجهاز المناعي من الجسم مع مساعدة أجسادنا في محاربة الفيروسات والأمراض واكتشف الباحثون وجود خلايا دم بيضاء جديدة باستخدام تقنيات جينية حديثة ولكن لا تزال وظيفة هذه الخلايا المكتشفة غير واضحة وقالت الدكتورة ديفيا شاه من ويلكون تريست التي شاركت في تمويل الدراسة يوجد نوعين من خلايا الدم البيضاء الهامة والتي تساعد أجسادنا في التصدي للعدوى الخلايا الجذعية والخلايا الوحيدة وضافت موضحة أن العلماء استخدموا في هذه الدراسة التقنيات المتطورة للعثور على أنواع جديدة من الخلايا وتكمن الخطوة الجديدة في معرفة ما يفعله كل نوع من هذه الخلايا في الجهاز المناع البشري وذلك في حال كنا نعاني من مرض الماء أو كنا بصحة جيدة في هذه الدراسة استخدموا باحثون من معهد ماسا شوتست للتكنولوجيا تقنية تقنية سموها جينوم الخلية الواحدة جينوم الخلية الواحدة طيب يعني خلونا نذكر بموضوع سلامة نحن اليوم ما نتكلم عن الملف الطبي المتوحد الملف الطبي يعني اللي من خلاله ممكن أنك أنت تشوف سجلك الإلكتروني الموحد سجلك الإلكتروني الطبي الموحد اللي هو سلامة مشروع سلامة طبعا موجود في مستشفى راشد مركز دبي للأمراض الجلدية عيادات المطار مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التهيل ومركز البرشة الصحي طبعا نبغي منكم اللي يزور واحد من هذه الأماكن يا جماعة الخير أنه يب مع الهوية الإماراتية والبطاقة الصحية وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت هذه لمرة واحدة على أساس أنه يتم تسجيل جميع بياناته في نظام ملف الطبي الإلكتروني الموحد شو فائدة هذا النظام نحن يعني تكلمنا ميرانا وتكرارا في هذا الموضوع ولكن أيضا اليوم نعرج على هذه المسألة بشكل مفصل كذلك عشان شي نبغيكم يجمع تأخير تتعاونون مع الهيئة في هذا المجال لأن يعني بأمانة محتاجين بشكل كبير تعاونكم قد يكون في بعض يعني ما منقول ربكة أو تأخير لا بس إنه نظام يديد مركب هذا النظام إلي ما الواحد تاخذ إيد عليه وحتى اللي يشتغلون يعني على هذا النظام يمشون عليه بسلاسة محتاجين شوية وقت فنبغيكم قدر الإمكان تتعاونون مع الموظفين الموجودين في هذا الأماكن عساس إنه الفائدة كبيرة ما وراه هذا النظام طيب نحن عاد اليوم أسمى عندها اجتماع اجتماع وايد مهم فما خليها في الاجتماع ما ما نتصل فيها الرسائل الإيجابية بتشوفونا على DHA underscore Dubai في حساباتنا في السوشال ميديا بحاول أطلع لكم الرسالة من موقع الهيئة دقيقة بس دي هيئة الصحة انزين DHA underscore Dubai اختتم اختتم أسبوع عملك بإنجاز كل المهام التي لديك وابدأ عطلتك الأسبوعية وانت مرتاح البال يا سلام الواحد وين بيرتاح باله وفوش اسمه عنده شغل وعنده تشذو شال النويل بيت يعني وهي رسالة وايد مهمة أنا أبغي أبغي أوجهها يعني لأكثر الناس اللي اللي دايما شالين شغلهم معاهم البيت شالين شغلهم المسة برع الدوام كذا لا حاول تخلص شغلك في الدوام يعني برع الدوام هذا الوقت لك أنت ليش إذا استمتعت بحياتك خارج الدوام بتستمتع في الدوام بتخلص شغلك أثناء الدوام فما في داعي تشل الشغل معاك الويكند وتشل هذا وتلغي حياتك الشخصية وتخلي حياتك كلها قائمة على الدوام اليوم أنت عندك طاقة بتعطي بتسوي لكن في المستقبل صدقني بتتعب وصدقني بتكون عندك مشكلة كبيرة في حياتك أنك أنت ضيعت كل هذه السنين وأنت ما استمتعت فيها بالعكس إذا أنت عطيت كل شي حقه كل شي وقته أنت بتكون مرتاح بتستمتع حتى بالشغل بتستمتع الشغل متعة لكن صحتك حياتك كذلك هذه متعة لازم تهتم فيها نصيحة يعني نصيحة حاول أنك تختم أسبوعك أسبوعك براحة البال طيب وين بتروحون الويكند هذه أسئلة كثيرة ممكن واحد يطرحها في البال ما باجي شي ترى الصيف خلاص تقريبا دخلنا كم وصلت درجة الحرارة اليوم ما أدري والله ما شيك بخبركم لكن حاولوا تستمتعون في السياحة الداخلية في الإمارات واي جميلة فالواحد 32 اليوم درجة الحرارة زي بعدنا يعني بعدنا في سيف سايد فتقدر تروح راس الخيم اللي في جيره في ضبي فتبعي في عندنا ماكن حلوة خذ العائلة واطلع واستانس زي فنحن فاصل وراجعين بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معانا اللي تشوفونا اللي في الانستغرام عبدالله يمعه مركز السكري البارحة كان عندهم تكريم وكذا فتعرف على هذا التكريم وبعض الانشطة عن مركز السكري بعد الفاصل فابقوا معنا أرقام التواصل عيسى 600551414 أو عن طريق الرسالة نصيحة على 4006 وأيضا موجودين على DHA underscore Dubai نستا live ونور دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا السلام عليكم هل بإمكانكم التواصل لأهمية وتأزم أمرنا الحمد لله لك الحال جزاكم الله خير هذا أعتقد على نهاية البث المباشر أعتقد عموما صبحكم الله بالخير جميعا مستمعين الكرام موجودين معاكم على الانستغرام الخاص بنور دبي live موجودين وأيضا DHA underscore Dubai بعد كذلك live طبعا المسيجات يتنا منور عبدالله يمع ويعطيك العافية على الجهود الرائعة دوم طبعا ضيفنا في الستوديو الحينة السادة عبدالله يمع السادة عبدالله وهو مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري البارحة احتفت هيئة الصحة بدبي بخمسين فارس من مرضى السكري اللي يتلقون علاجهم في مركز دبي للسكري واللي حقيقة نجحوا في السيطرة على معدلات السكر عند حدودها طبيعية وتجاوزوا جميع الآثار والمضاعفات المحتملة للمرضى نتيجة الالتزام ببرامج العلاج وتوصيات الأطباء والأنماط الغذائية السليمة هذه طبعا ضمن مبادرة استحدثها المركز لتحفيز المصابين بداء السكر للتعامل مع هذا الداء بالشكل للأمثل وتمكنهم من الأدوات العلاجية الفعالة التي تعز الصحتهم طبعا نحن نتعرف على هذه المبادرة مع ضيفنا عبدالله السادة عبدالله يمع أول سؤال أنا عندي ليش ما كرمت وعيسى سبيل ليش عيسى سبيل حاطين إن شاء الله في تكريم العود تكريم العود الزين عبدالله الزين أنا ما أبغي أقول التعليق على ما أقدر عموما عبدالله عطنا نبذة عن فرسان السكري وخاصة مبادرة عساكم دوم بخير وعساكم دوم بخير يا عيسى تفاول على عمرك الإيس الله يبارك فيه بسم الله رحمن الرحيم في البداية أنا شاكر لك أخوي محمود على الاستضافة الطيبة وأنا دائما أقول أن هذا النوع من البرامج هي دائما أيضا يعني جانب من جوانب التوعية اللي تزيد يعني من نسبة يعني التوعية بالنسبة لأمراض السكري ومضاعفات السكري وكيفية التعامل مع هذا الداء لأفراد المجتمع نحن في مركز دبيل السكري طبعا عندنا موضوع السكري مثل ما تعرف أنه مرض يعني متعايش مع الإنسان أثناء مصاب لهذا المرض في هناك كثير من التحديات يعني تمر في حياة الإنسان المصاب السكري اللي يعني تتعلق بأمور خارجية غير طبعا عن البرنامج العلاجي فالمبادرة هاي هدفها أنه نحن طبعا عندنا كثير من المرضى اللي هم يعني من خلال متابعتهم في المركز من خلال يعني يعني متابعتهم للفريق الطبي المعالج في مركز دبيل السكري وصلوا إلى مرحلة أنه يعني قدروا يسيطرون على المرض هذا طبعا بشكل يعني طبي يعني بشكل إيجابي جدا فالحقيقة يعني فكرنا نحن مع الفريق العمل في المركز أنه يعني المركز له أهداف طبعا يعني توعوية داخل المركز وخارج المركز مثل ما تعرفه أخويا محمود المريض السكري يعني يمر في مراحل أو يواجه التحديات مرات يعني أنت صح عندك فريق طبي متكامل يعني تأخذ منه البرامج العلمية الطبية ولكن مرات يوم يكون عندك صديق وعنده نفس الحالة المرضية ولكنه تشوفه أنه يعني يعني يعالج نفسه بشكل إيجابي وفيه يعني تقبل والمستويات السكر التراكمي عندي جيدة حالته الصحية بشكل عام ممتازة ما عنده مضاعفات السكر فتحب تسمع منه أنه كيف قدر يسيطر على التحديات هاي وكيف وصل إلى هاي النتيجة الإيجابية فنحنا قمنا وحطينا معايير الحقيقة مع فريق العمل في المركز وقلنا يعني نحنا بنكرم هذا العدد من المرضى والهدف منهم أن نستفيد منهم يكونون مثل نخبة جيدة ويعني مثلا حق البرامج التوعوية اللي نحنا نسويها خارج المركز طيب المعايير اللي حطيتوها عبدالله الفئات العمرية اللي كنتو اخترتوها حق المكرمين كم عددهم مرة ثانية المكرمين تقريبا اربعة وخمسين شخص اربعة أطفال وخمسين طبعا من الكبار والصغار شو المعايير اللي اعتمدتوها نحنا طال عمرك عندنا ست معايير طبعا في معايير طبية أهم معيار اللي هو مستوى سكر التراكمي نحنا في مركز دبي للسكري أول ميينة المريض يعني إذا كان موعد جديد لابد أن يتسوى له مستوى السكر التراكمي مستوى السكر التراكمي هذا يعني نوع من أنواع الفحوصات اللي يبين للدكتور المعالج أو الفريق الطبي المعالج مستوى السكر التراكمي عنده في الدم خلال الثلاثة الشهور السابقة بعد الثلاثة الشهور من متابعة للمركز يتم إعادة عمل الفحص هذا مرة ثانية على أساس أنه يتأكد من المريض هذا أن عملية العلاج والبرامج العلاجي اللي تم وضع له يعني يالس المريض يستفيد منها فمستوى السكر التراكمي كان أهم يعني معيار من المعايير اللي نحنا حطيناها اللي يتم اختيار المريض بالإضافة إلى ذلك يعني موضوع السكر التراكمي التزام المريض بمواعيده نحنا كل مريض إيه عندنا في المركز لازم يوقع على أنه يتعهد بأنه يستمر مع المركز ويلتزم بكل الأنظمة والقوانين اللي متبعة في المركز المريض يعني لابد أنه في مركز دبي للسكر يتابع مع البرنامج العلاجي اللي متكامل في المركز وليس فقط مع الطبيب هذا أيضا يعني معيار من المعايير الوزن أيضا أخذ بعين الاعتبار أنه لابد أن المريض أثناء علاجه إذا كان هو من المرضى اللي عنده زيادة في الوزن لابد أنه يكون أيضا فيه هناك يعني تحسن متابع أو تحسن مستمر في نزول الوزن هاي تقريبا يعني بشكل عام المعايير اللي تم وضعها بالنسبة لاختيار فرسان السكري طيب الآن تتحدث عن بعض المرامج وبعض المشاريع اللي أنتم تقومون فيها لتشجيع فيهات المجتمع على اتباع خطوات وتحقيق النجاح اللي اللي وصلوا لها خلنا نتعرف على هذه البرامج نحنطنا لعمرك في مركز دبي للسكري ومثل ما يعني تعرف أن موضوع التثقيف الصحي له جانب كبير جدا في حياة الإنسان المصاب بالسكري نحن نؤمن اليوم بأن يعني الإنسان اللي مصاب بالسكري هو القائد لنفسه ولذاته وممكن يسيطر على المرض بشكل ذاتي فدور المركز أنه قد ما نقدر نحن نعطي توعية ونعطي معلومات ونعطي أدلة ونعطي يعني مواد أنه يساعد الإنسان هذا اللي مصاب بالسكر أنه يدير حالة المرضية بشكل ذاتي فعندنا برامج توعوية يعني تثقيفية اللي هي تزيد من نسبة الوعي يعني لدى أفراد المجتمع عنداء السكري ومضاعفاته في جميع المؤسسات الحكومية في الدولة الجامعات المعاهد ومن هذا البرنامج اللي تم يعني إطلاقه أو الفرسان المكرمين بيتم أخذ الفئات هذي على أساس أنه يكونون قدوة ويشجعون البعض بالنسبة لكيفية التحديات يعني كيف أنه يتخطون التحديات بالنسبة لمرض السكري ومضاعفاته عبدالله أنا عندي وائد أسألة عن مرض السكري وعن هذا لكن بس أبغي أوضح للجماعة صح أنه عبدالله موجود في مركز السكر يكون مدير شؤون الإدارية يمكن بسألة هاي الأسألة بشوف إذا استفاد من يلسته في المركز دائم لكن له دور هذا السؤال يعني أنه ممكن السكر بالدرجة الأولى يتحول إلى السكر دائم السكر طبعا مثل ما نعرف أنه هو أنواع السكر النوع الأول الذي يصيب الفئة الأطفال والسكر النوع الثاني يصيب فئة الكبار والبالغين التغذية طبعا له دور كبير جدا في حياة الإنسان المصاب بالسكر ونحن دائما نقول أن الإنسان متى ما يتم تشخيصه بالسكر النوع الثاني هناك كثير من البحوث تقول أنه مفروض خلال يعني أربع إلى ثمان أسابيع يروح عن السكر هذا القصد منه أنه يتبع حمية غذائية ورياضية ممكن يعني المستوى السكر التراكم يكون عنده بالمستويات الطبيعية وما يكون هناك عنده أصلا أي فرص من الاحتمال مضاعفات السكري جميل عبدالله شو آخر العلاجات اللي توصلتوا لها لمرض السكري وشو لمسته المريض السكر أنتو لثنين مبدعين شكرا لك ممكن عمل برامج توعوية في مطارات دبي أما الجماعة عموم قصرين في هذا المجال لكن ممكن يكثفون زيادة فضل عبدالله بالنسبة للمرض السكر مثل ما هو معروف لحد اليوم فيه هناك كثير من البحوث والدراسات يعني مشت شوط كبير جدا أنه يتم علاجه عن طريق الخلايا الجذعية ولكن يعني ما فيه جهة معتمدة في الوقت الحالي أما بالنسبة للإنسان المصاب بالسكر نحن دائما نقول أن علاجه بإيده بروحه يعني قد ما يقدر يحاول أنه السكر التراكمي عنده يكون فيه المستويات الطبيعية ويتابع جهة معينة السكر يحتاج متابعة علاج يحتاج متابعة ليس فقط مع الطبيب يحتاج متابعة مع فريق طبي متكامل لأن السكري يعني الإنسان المصاب بالسكر يتأثر بعوامر خارجية الرياضة الحالة النفسية التغذية الشكل العام الأمور الصحية النفسية تأثر فيه مستوى السكر في جسم الإنسان فلابد أنه يتأكد أنه يتابع في مكان يعني جيد مع فريق طبي جيد مع طبيبي يعني جيد ويتأكد أنه مراجعاته مستمر ويتأكد أنه ما عنده بداية أي يعني مضاعف من المضاعفات التي تصير للإنسان المصاب بالسكر عبدالله أنا دائما في نهاية كل لقاء أخلي الطيف أقول له كلمة أخيرة لكن اليوم ما بقول لك أنت كلمة أخيرة أنا اللي بقول الكلمة الأخيرة في هذا المجال بذكر موقف لأحد الأطباء اللي كان عنده واحد من الكبار السن اللي يتعالج عنده فهذاكي الشيبة دائما يقول الحمد لله لك يا رب على نعمة السكر وهو مريض بالسكر يقول الحمد لله على نعمة السكر الدكتور هنا يعني استغرب من هذا الشاي بقال له يعني أبوي أنت ليش يعني تحمد رب العالمين على نعمة السكر هذا مرض قال له لا يا أخي رب العالمين عطاني مرض ما في ألم وكثير من الناس يتلمون من أمراضهم شوفوا الإيجابية يقول الله عطاني مرض في وقت الطب طلع له علاج وطلع له دوة وفي وايد من الناس عندهم أمراض ما لها علاج وما لها دوة يقول رب العالمين عطاني مرض حتى اسمه حلو اسمه سكر من زين وعطاني مرض خلاني يعني أراجع عن طبيب سكر مثلك شوفوا الإيجابية ويقول عطاني مرض يعني خلاني أراجع الدكتور كل أربع شهور عشان أتأكد من دمي صحتي بشكل دوري أيضاً أكد أيضاً أعطاني مرض أستغفر وأشكر رب العالمين و تكون يعني مثل يعني أستغفر لسيئاتي من غير أي تعب ولا أنى فالآخر يقول الحمد لله يعني صلت أصلي قيام الليل لني أعني مرتين ثلاث مرات تكرمون أدخل الحمام وأطلع هذا بفضل مرض السكر يقول المهم الشاهد وين عبد الله؟ أنتوا كرمتوا فرسان السكري وتكرمتوا هؤلاء الناس الإيجابيين في تعاملهم مع هذا المرض لأن السكري هو نمط حياة فعشان شيء هذه الرسالة أنا وجهها للجميع بالنظر بشكل إيجابي حتى لو أنت مريض لكن هذا مو معناته أن الحياة انتهت في هذا المجال لا أنت ممكن تكون مبدع ولنا أمثلة كثيرة حتى في أصحاب الهمم وعندنا في أمراض معينة أمثلة كثيرة شاكرين لك عبد الله عبد الله جمعة ساذ عبد الله مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري في هاية الصحة بدبي كل التوفيق وشكرا جزيلا لك الله يبارج فيك شكرا لك إذن مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله من استقبل دكتورة منال تريم المدير التنفيذ لقطاع الرعاية الصحية الأولية أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 ويضم موجودين على dha underscore Dubai في إنستجرام وإنستجرام نور دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين يا كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن إذن برنامجنا مثل ما تعرفون بوابة للتواصل معكم من قبل هيئة الصحة لاستقبال أراكم اقتراحاتكم ولحظاتكم كلما من شانيا يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي طبعا مستمعين يعني قبل أسبوعين مع بدء عملية التشغيل الفعلي لمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة اللي تبنتها هيئة الصحة بدبي وقامت بتنفيذه أصبح هذا المشروع الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة هو المنظومة الرئيسية لخدمات الهيئة وبالتحديد فيه مستشفى راشد مركز دبي للأمراض الجلدية عيادات المطار ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومركز البرشة الصحي ولكن مثل هذه المشاريع الكبيرة لها تأثيرات إيجابية واسعة على منشآتنا الصحية سواء في الجانب العاملين أو المتعاملين اليوم إن شاء الله ما نتكلم عن هذا الموضوع عن إنسيابية العمل في مشروع سلامة واستعدادات المراحل المقبلة هي مش مرحلة وحدة مراحل بتكون معنا أو هي موجودة معنا حقيقتها في الستوديو الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في أية الصحة في دبي صبحت الله بالخير دكتور وأخيرا شفنات دكتورة وأخيرا شفنات في الستوديو أهلا وسهلا فيك وما نستغنى عنكم يزاة الله خير الصوت واضح عيسى ممتاز طيب دكتورة في البداية نبغي نذكر المستمعين بفكرة مشروع سلامة وأهداف هذا المشروع مشروع سلامة هو الملف الإلكتروني الموحد للمرضى أو للمستفيدين من خدمات هيئة الصحة في دبي طبعا أهداف هذا المشروع هو أن نحن نوجد حلول إلكترونية لكافة المتعاملين عندنا في هيئة الصحة تخدمهم بشكل أن نتوحد كل ما يحتاجون من الملفات الإلكترونية من الخدمات اللي هي شابكة مع الحلول اللي هي المتطورة من استخدام التطبيقات الذكية بالتيلفون حجز المواعيد نظام الدور كل يكون مرتبط على برنامج واحد يوفرهم كل الخدمات اللي يبونه بطريقة سليسة وسهلة وسريعة طيب هذا يقودني يعني حقيقة للتسال عن كيف تم التحضير والتمهيل لتطبيق المشروع خاصة أنتوا بديتوا في واحد من المراكز اللي في عليها ضغط ومركز يعمل 24 ساعة ومركز فيه يعني يخدم منطقة جغرافية كبيرة فليش اخترتوا مركز البرشة لتطبيق هذا النظام وكيف حذرتوا المركز لتطبيق هذا النظام طبعا هو نظام سلامة أول ما بدينا في التجهيزات له كان قبل سنتين البرنامج مش من البرامج اللي الواحد يقدر يطبقه بسهولة لأنه تحتاج برمجة تحتاج تمشي في مراحل معينة مثل التصميم تصميم البرنامج تدريب الموظفين عليه حتى اختيار المواقع مثل ما تفضلت نحن اخترنا مستشفى راشد واخترنا مركز البرشة يكونون من أول المراكز اللي تطلع على النظام وأكثر مكانة عليهم ضغط بالضبط هذا كان هو السبب نحن لما نحب نبدأ كان يعني من الأفضل أن نبدأ بالأماكن اللي فيه عليها إقبال من المتعاملين كبير عشان نقدر أنه نحن نحدد والدليل على هذا أنه لما نشوف حصائيات مركز البرشة أول أسبوع من تطبيق برنامج سلامة راجعنا تقريبا فوق الستة آلاف مراجع في أسبوع واحد بس الجدير بالذكر والشيء الحلو أنه نحن لاحظنا من أول ما بدينا سلامة لين يوم الأحد الثاني يعني عقب ما كملنا أسبوع نسبة الانتظار للحصول على الخدمة عندنا نزلت كانت في أول يوم تتعدى الساعة ونصف أحين صارت 25 دقيقة في الحصول على الخدمة كاملة كيف دكتورة شو الأسباب اللي أدت لي هذه النتيجة؟ الأسباب أنه في أول يوم كان بعد التطبيق مطبق بالطريقة السليمة قبل النظام بعد النسبة كانت طويلة في مسألة الانتظار أم لا النظام قللها بعد؟ النظام قلل نسبة الانتظار ورح تقل زيادة لأن في البدايات كان المريض يسجل كان لازم ينتظر لما يحصن ملفه أي الملف مالف؟ أي الملف الدكتوري راجع الحين من يسجل المريض على طول يطلع على شاشة الطبيب أنه موجود أوكي فالمرحلة أو الوقت الانتظار من وقت التسجيل لما يشوف الممرض عشان ياخذ منه فحوصات الضغط وياخذ منه بعض نحن نسميها فترة الترياج عشان نحدد إذا كانت حالة طارية أو لا هذه بس المسافة اللي يمشيها من مكان التسجيل لين الغرفة بعدين من هذه الغرفة وقت الانتظار يكون فقط تقريبا من ربع ساعة لين 25 دقيقة للمقبول لما يشوف الطبيب أو يتوجه إلى غرفة العلاج على حسب الحاجة إذا ما كان فيه ضغط أو أحيانا فيه حالات يعني تستدعي أن الطبيب يشوفه فترة طويلة فاحتمال تأثر على المواعيد الثانية بالنسبة للأطباء ولكن النظام حاليا يختصر واحد أشياء ويختصر حتى الوقت على الطبيب نفسه في عملية التشخيص ويعطيه أيضا تشخيص أفضل حسب الهيستوري أو التاريخ الطبي للمريض بالضبط والحين بعد من الوظائف اللي يقدمها مشروع سلامة للمتعاملين أن الربط مع التأمين الصحي ففي مستشفى راشد طبعا والمراكز اللي تقبل التأمين الصحي صار يقدر العميل أن يسجل ببطاقة التأمين الصحي ويقدر يستفيد من تأمين غير عن هذا صار نظام الدور عن طريق التطبيق صحتي فيقدر الشخص أن يحجز نظام الدور قبل ما حتى يطلع من بيته ويتوجه للمركز هذا عبدالله ريسي والله التأخير ممس 25 دقيقة دكتورة أنا أراجع يدوم آخذ ساعة ونص وين يراجع؟ خبرنا وين تراجع يعني المريض يكون له ملف طبي في كل مراكز الصحة في الدولة حاليا في دبي المشروع أظن له مراحل مستقبلية إن شاء الله نتمنى أن تكون في هيئة الصحة في البرشة وفي مستشفى ريسي مثل ما تفضلت هالمراكز مش على يعني إن شاء الله كل مراكز الرعاية الصحية الأولية رح يكون فيها مطبق سلامة على شهر تسعة إن شاء الله شوي شوي يعني في البرشة يقول عبدالله نزين عبدالله يقول في البرشة بعثين على الخاصة عبدالله رقمك وكذا وخبرني متى راجعت والتايم وكذا وخبرني القصة هذه ناخذ مداخلة دكتورة منو معنا براشد يف حالك يا أهلا براشد أهلا وسهلا أنا تجل في مركز الممزر الصحي أيوة هل المركز هذا ضمن برنامج سلام لأن الحين لا أظن الحين لا لأن إحنا بدأنا في مركز البرشة كبايلوت يعني إحنا نسميها نشوف شو التحديات شو الصعوبات شو المسببات التأخير إذا كان في تأخير ونبدأ نشتغل مرحلة الحين وضع حلول ووضع مشاريع للتحسين إن شاء الله على شهر تسعة بتكون كل المراكز الصحية من ضمنهم مركز مزهر بيستخدمون الممزر بيستخدمون بعد مشروع سلامة لأن لأن التأخير اللي حاصل في المركز بسبب مركز أبو هيل الطبي تسكر لأن هذا المركز كان يخدم الغير مواطنين فنقلوا المراجعين الغير مواطنين إلى مركز الممزر لما يعاد تأهيل المبنى من أول وجديد سؤالك براشد هذا خلق ضغط رهيب على المركز وتأخير يعني في حدود الساعة ساعة ونصف أنا كأصغار في السن أو كشباب من تحمل لكن في منهم كبار في السن يعني ريائر كبار حريم كبار يتأثفون يعني أنا كما شد من حاله يتأثف واي التأخير واي التأخير واي التأخير لما استفسرت وسألت يعني ليش شو سبب التأخير قالوا لي والله هي مركز أبو هيل السكر والوافدين حين موجودين هنا فهاي شكل ضغط كانت العملية ممنسقة ما معرف يعني شو المشكلة لأن أنت اليوم تخدم شريحة المواطنين بالنسبة لك بالمنطقة هذه كلها غلبيتها مواطنين براشد وهذه الكبار في السن ويتأثفون يعني ما يحب النجيلة أكثر عن عشر بداية ربع ساعة زي براشد ملاحظة هذي ملاحظة واضحة براشد لأنه واي التأخير واي التأخير ووقت البرنامج يخلص زي الله خير زاكر الله خير خلنا نسمع الدكتورة شكرا لك بنرد على براشد هو أولاً احنا ما عندنا مراكز تخدم مواطنين وغير مواطنين احنا المراكز تعتمد على المنطقة الإشرافية اللي حددتها بلدية دبي مع مركز أحصى دبي وحتى مركز أبوهيل سابقاً والجديد اللي إن شاء الله بينفتح على آخر السن الياية بيكون يخدم منطقة أبوهيل سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين هذا الجزء الأول الجزء الثاني بالنسبة لكبار السن نظام الدور محدد لهم فاستراك فاستراك معناته أنه إذا هو ضغط على الخانة كبار السن أو الفاستراك لأولوية في الدور يتحرك بسرعة لما سار خاص به هذا لأي شخص يراجع لأي مركز يكون هنا من فوق الستين لا موجود على الشاشة مذكور كبار السن وطبعاً على التسمية القديمة ذوي الإعاقة فلهم فاستراك فلهم الأولوية في التسجيل في الدخول على الدكتور في الحصول على الأدوية في الحصول على الفحوصات هو بس يمكن لو يراجع المسؤول في المركز يقدر يدل على هذه الخاصية ممتاز جداً أنا والله أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة الدكتورة نزين بس ما نبلو شي أرجو منكم التواصل شوف عيسى الله يخليك السلام عليكم أنا باشتغل من دوب وعندي خبرة خمسة زين هذا النظام يطبق في كل العيادات للسفسار إن شاء الله سيطبق إن شاء الله في كل العيادات أهنيكم على التطورات التي تسعى لراحة المرضى المواطنين وكل جنسية تعيش على أرض الإمارات شكراً لك يا مريم طيب أحد كاتب الإيراني ما عارش وأقرأ يعني ما زيش من مدري ما عارف يعني المريض يكون لها ملف طبي في كل مراكز الصحة في الدولة هذا جاوبنا البرشة نزين دخلت دكتورة ندل ملة منورة دكتورة منال نزين كان يتي الحلقة يومنا تتابعين هنا ها دكتورة بدل ما تيس في المكتب والله احنا نوجه له تحية دكتورة ندل من الدكتورات المتميزات وأعتقد أنه متواجدة حين في مركز البرشة عشان نتجهز حق تقييم السبع نجوم مجهز بعد لبرنامج سلامة نزين السلام عليكم السلام دكتورة نرجع للحديث عن السلامة طبعا يعني أنت ذكرت هناك بعض الأراء اللي تقول أنه ممكن يكون فيه تأخير فيه كذا هو النظام يديد مطبق في كل أحوال الشغلة الجميلة أنا استشفيته من كلامك لما كنت تردي على أبو راشد تقولي له أنه نحن نسويه في مركز البرشة نبغي هذا البايلوت بكل إيجابياته وسلبياته أن عاجه قبل أن نطبقه في كل المراكز الصحية بالضبط ما هذه كانت التطبيق يبدأ في مركز واحد وبعدين يطبق بعد فترة في باج المراكز عشان ندرس وين أوجه التحدي وين فيه فرص تحسين في الخدمة في جميع المراحل تقديم الخدمة من يعني يفكر المرض أن يأخذ موعد لين ما يخلص مرحلة علاجه فهذه البرامج اللي نحن بنشتغل عليها عشان لما يكون فيه تطبيق في باج المراكز يكون أن نحن مثل ما تقول أن نتخطى هذه التحديات والعقبات اللي واجهناها في البرشة وفي مستشفى راشد جميل دكتورة منال قيادية شابة يحق لجميع أن يفتخر بها أتمنى من كل القيادات الخطو بخطائها شكرا لك دكتورة ندش تقنالت زين وداشي طبعا كلمتها اللي صار قاتلنا أصلا من أخوية أيوب لا فضفوك هذا أخوية أيوب يقولها فتقول لا فضفوك أيوب ما شاء الله علي مرجع يا دكتورة منال زين عموما دكتورة وفق خطة المشروع سيتم تعميل مشروع نظام سلامة تقنية على جميع مراكز الرعاية الصحية خلال المرحلة الثانية يعني في أغسطس المقبل إن شاء الله حسب الخطة مادريدة الصحية إذا أنا غلطان ولا لا هو بيكون في أغسطس وإن شاء الله مش بس بيكون ملف إلكتروني في العيادات بيتمكن المريض من أن يطلع على ملف الإلكتروني بشكل شامل عن طريق التطبيق الذكي فحتى تطبيقاتنا الذكية راح تشبك مع الملف الإلكتروني سلامة ومشروع سلامة ورح توفر خدمات أفضل عبر الهاتف الذكي للمتعاملين إن شاء الله طيب يعني الاستعداد للتطبيق المشروع في مركز واحد هو نفسه اللي بيصرح لبقية المراكز ولا في خطط تهيئة لتنفيذ سلامة بشكل آخر لا ففي خطط تحسين طبعا على الخدمة نفسها مش فقط على التطبيق بنفس الوقت جاري التدريب حين لو تنزل تروح البرشة بتشوف أن في أطباء وموظفين من مراكز أخرى قاعدين يحضرون في البرشة ويحضرون بعد في مركز التدريب على أساس أنه يتدربون بطريقة أكثر وعلى تطبيق الخدمة عشان لما يتطبق عندهم في مراكزهم تكون المرحلة التطبيق أسرع شوي للمتعاملين والمتعامل ما يحس بهذا التغيير من بين الملف الورقي للملف الإلكتروني عيسى الله خليك افتح لي الانستجرام على نور دبي شوف الصوت زين ولا مبزين لأنه فيه تعليقات يقولون أنه ما نسمعكم بشكل واضح عموما دكتورة يعني مشروع سلامة من المشاريع اللي السنين يعني الهيئة تخطط له مبين يوم وإيلة طلاع وصادف الكثير من المراحل اللي كانت يعني ضمن الدراسة وضمن التنفيذ وضمنها لكن الفترة الأخيرة شفنا جدية في تطبيق هذا المشروع وأيضا يعني كانت فيه خطة محددة بتايم لاين أو جدول زمني فهني أبغي تكلم عن تطبيق هذا المشروع بالنسبة للضغط اللي تكون على الموظفين اللي صاروا واشتغلوا في هذا المشروع شوف الحمد لله توفيق من رب العالمين وبفضل قيادتنا الرشيدة كان فيه توجه واضح بأن يجب الحين على الهيئة أنها تتحول للملف الإلكتروني وبشكل شامل فالحمد الله هذا التوجه أخذ بعين الاعتبار القيادة عندنا في هيئة الصحة في دبي ما قصروا عارفين الوضع عارفين كيف نقدر أن نحن نوصل للريادة أو للتميز والجدير بالذكر أن برنامج سلامة هو نفس البرنامج العالمي اللي يسمى بأبك أو من شركة أبك واللي ينظر إلى مستوى شركة أبك عالميا تصنيفها عالميا فهي رقم واحد في توفير الحلول الذكية في الصحة وتوفير الملفات الإلكترونية على مدى السبع السنين اللي مضت كلها فالوقت هذا اللي قضته هيئة الصحة في دراسة الموضوع كان بالفعل عشان توفر للمتعاملين أفضل الحلول العالمية وتكون لها الريادة في مثل هذا المشروع فالحمد لله تمكننا بدعم من القيادة الحكيمة ودورها في تطبيق أو اختيار أفضل الحلول لتطبيق هذا المشروع وأيضا قيادتنا في هيئة الصحة معالي حميد الكتامي إذا كنتم من المتابعين كان معانا خطوة بخطوة من أول توقيع العقد لين ما مثل ما تقول ضغطنا على زر التشغيل الحمد لله كان دعم مستمر وحتى الإدارة المعنية في التطبيق التي هي إدارة تقنية المعلومات كانوا متواجدين على مدى سنتين بشكل مستمر سواء كان في التصميم للمشروع أو التخطيط للمشروع أو حتى تدريب الموظفين طبعا والشكر موصول أيضا للموظفين اللي بادروا وساهموا وما زالوا يبادرون في أنهم ينجحون مثل هذا المشروع لأن من غير الجهد المبدول من الموظفين ما رح نقدر أن نحن نحقق أي مشروع في هيئة الصحة في دبي وأيضا المتعاملين المتعاملين اللي حضروا معنا في أول سبوع من التطبيق أو ثاني سبوع من التطبيق وكان لهم دور كبير بأنهم يخبرونا بوجهة نظرهم وين فرص التحسين اللي ممكن أن نحن نشتغل عليها أو نستثمر فيها عشان نخدمهم طريقة أحسن جميلة دكتورة يعني أنا عاجز عن الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع في تطوير هذا المشروع في تنفيذ هذا المشروع في الدراسة لهذا المشروع بأمانة يعني حتى المنطقة مالتهم خلية نحل فكل الشكر يعني لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع اللي نتمنى إن شاء الله أن يعود بالفائدة الكبيرة على هذا المجتمع نحن عايزين أيضا عن الشكر جنتي دكتورة وعلى وقتك اللي تواجدتي فيه معنا كلمة أخيرة تبغين تواجهينها هالمرة بقولت جنتي قوليها ما بأخذ كلمة عبدالله مثل ما سويت عبدالله لا أبغي أسمع منك كلمة أخيرة تبغين توجهينها للجمهور للعاملين لكل من ممكن أن يستفيد من هذه الخدمة طبعا نحن جميع برامج هيئة الصحة في دبي كلها تهدف لهدف واحد هو إسعاد المتعاملين وإسعاد الموظفين وضمان راحتهم وسلامتهم فإذا فيه أي ملاحظات على تقديم الخدمات إذا فيه أي استفسار إذا فيه أي فكرة أي مقترح قد يكون جدير بتحسين الخدمات عشان نوصلها للمتعاملين وحتى تحسين البيئة العمل للموظفين فنحن نرحب فيها وقنوات التواصل متوفرة عبر برنامجكم ما شاء الله أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو حتى هي تصلح وصل صوتك بالضب ثمانية ثلاثة أربعة ثنين ثمانية دي أتشاي إن شاء الله فنحن نرحب في كل هالأفكار وكل هالمبادرات وإن شاء الله ناخذها بعين الاعتبار ونوفر لهم بيئة يعني سعيدة وصحية ونضمن صحتهم وسلامتهم وسعادتهم طيب دكتورة منال إنسانة راقية متواضعة وقيادية هذا من العزوز اسمها العيوز العيوز حرام عليك هي أنك مالة العيوز شكراً تسلام نزيل دكتورة أنا ما شاء الله يعني لاحظت أنك أنت على طول خطي الترج وحطي تتلفونك داخل الترج تستغلين الوقتها طبعاً عشان عشاننا جيران صح عموماً دكتورة شكراً لك دكتورة منال تريا من المدير التنفيذي للقطاع رعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي وأيضاً مستمعين مشروع سلامة يركز على توحيد وتوثيق إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات وسرعة الوصول إلى البيانات الشاملة للمرضى الأمر الذي سيساهم في دعم اتخاذ القرار الصائب يعني فضلاً عن أن النظام يعمل على توفير قاعدة بيانات وتقارير طبية تدعم اتخاذ القرار السليم وتسهم في دفع عجلة الدراسات والبحوث والتطوير اللي سوف تعد إن شاء الله من الأولويات في المجال الطبي والصحي فتخيلوا كل هذه الداة أو البيانات اللي راح تساهم في تطوير وايد أشياء فعشان شيء نتمنى منكم دعم هذا المشروع بكل ما تملكنا طولوا بالكم دايماً نقول طولوا بالكم يعني شوي شوي نحن ناسين يعني نمشي في الهدف اللي جدامنا هدف جداً راقي وجميل تخيلوا عشرين عشرين عيسى بعد يقول اللي حين طولوا بالي عشان ما نختم الحلقة بس عموماً عشرين عشرين يعني نبغي حكومة بلا ورق عشرين عشرين دكتورة قبل عشرين عشرين قبل عشرين عشرين إن شاء الله عموماً نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي ماشي خميس ونيس يوم بتي دكتورة ندى تقول خميس ونيس حنقول إجازة نهاية أسبوع سعيدة حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع لأسبوع القادم هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي أيضاً هذه دعوة مستمعين قبل لا أنسى في مبادرة المستشفى الخيري هذه بتكون إن شاء الله اليوم مباشر وبعده من الساعة أربع إلى الساعة عشر في حديقة البرشة وايد فعاليات أتمنى تحضرون هذه الفعاليات تحياتي ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي